نشاهد اللقطات الأولية من خلال كاميرات المراقبة في المغرب اللقطات الأولية للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوة سبعة درجات وبعمق ثمانية كيلومترات إذن هذه اللقطات الأولى نشاهد هنا هلع الناس ومحاولة الهروب هناك المباني جزء منها يسقط والناس في حالة هلع نتابع عن طريق كاميرات المراقبة اللقطات واللحظات الأولى لزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وكان مركزه منطقة الحوز القريبة جدا من مدينة مراكش مراكش ثالثة أكبر المدن المغربية التي يتواجد بها الآن ورسلنا أنص ردوان ويحاول نقل الصورة كما هي ونقل ما عاشه شهود عيان في المنطقة في مراكش خلال لحظات الزلزال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب قال بأن الهزات الارتدادية التي أعقبت هذا الزلزال لم تكن كثيرة رغم أن الزلزال كان بقوة 7.2 على سلم ريختر وما حدده المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب كان مركزه منطقة الحوز هذا الزلزال وهذه الدرجة لم تعهدها المغرب حيث أن حتى الزلزال الذي ضرب الحسيمة سنة 2004 تقريبا منذ ما يقارب العشرين سنة كان بدرجة 6.3 درجات على سلم ريختر وقتل فيه ما يقارب 630 شخص وجرح 629 آخرين اشتركوا في القناة